خالص العزاء للشعب السوري والشعب التركي ولكل أهلنا في سوريا وفي تركيا ألفات من الضحايا لقاء زلزال مدمر صباح اليوم أو فجر اليوم الحقيقة شفنا الصور والفيديوهات اللي وصلت لنا عن طريق السوشيال ميديا يعني صور مؤلمة وصور بتفكرنا أن في حاجات كتيرة جدا في الحياة أهم من العك اللي احنا عايشين فيه والرياضة اللي احنا بنسميها رياضة واللي احنا شغلين نفسنا بها فيه فيه ناس جرانة يعني بيمروا بحادث مأساوي الحقيقة حاجة يعني تزعل شفنا النهاردة يعني ناس بتبكي على أولادها وجدود بتبكي على أحفادها ومشاهد مأساوية ربنا يصبر أهالي كل من توفوا وراحوا ضحايا للزلزال المدمر على الحدود السورية التركية ألافات من الضحايا مشاهد مؤلمة ومأساوية وراعي رب رب يصبر أهالي الضحايا وطبعا أصدقائهم ربنا يصبرهم وربنا يرحم كل ضحايا زلزال سوريا وتركيا ولبنان يعني حاجة صعبة جدا حاجة صعبة جدا لكن ده قدر ربنا ويعني البقاء لله البياف حاجةكم جميعا